لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد خايف من العصابة في دوائر من العصابة ما تخاف حتى إلا من ربك اللي خلقك ما تخاف إلا من ربك اللي خلقك وتكلم بمنطق وما كان حتى واحد يتابعك هم عاطين بعبع معين ويخيف الناس ولو تعلموا منذ هذا الفيديو اللي نشرته مؤخرا الماء لا خير والله لو تشوفوا التهديدات اللي وصلتني ماذا يمكن تصور هددوني بالقتل هددوني باستهداف عائلتي هددوني باستهداف أولادي هددوني حتى بالزبح ولكن والله لا أبال بهم والله لا أبال بهم أبداً ومشيت فيه هنا في باريس ومشيت الأماكن اللي دوروا فيها والإجابة أمه يلتقي المشكلة مش هنا مش بالخاف انت مثقف عندما تشوف بلدك في خطر يجب أن تتدخل في مرحلة معينة قلنا لا للتحريض والآن أقول لا للمساس بهوية الدولة الجزائية نعم باستمرار مشروع الجمهورية الجديدة التي بدأت في 12-12 ولكن الرئيس يا جماعة راه في حق الألغاء راه يرقص على رؤوس الثعابين كما يقال وإذا لم تساعدوه بهذه الطريقة وتساعدوه النخب التي تفهم الأمور من دون أن يتكلم الرئيس أو أن يتكلم الآخر أو أن يتكلم الحكومة وغير ما يتكلمه ساعدوهم بهذه الطريقة حرروهم أما أما واحد تلقاه هنا أنا عايش هنا منذ أيام ركبت مع واحد في تاكسي ودار لي ودار لي هكذا ودار قلت بدا يحكي لي واللغة الأمازيغية هو بدا يحكي لي تعرف 99% كلمه فرنساوية وزيش كلمات يا ولدي هحكي لي طرح باللغة انت هذه اللي رح ديره لغة عهوية الدولة أنت قلت لولادك هذا ما يقرأوا فيها لا يقرأوا بالفرنساوية الله العظيم غير شيء مؤسر عبث بمعنى الكلمة بدأنا مرحلة جديدة مرحلة جديدة يجب أن هذه المرحلة تكون على قواعد صحية أنا تلتفت إلى غوغاء وغثاء شبكات الطلوس لا تهتموا بهم خليهم ينبحوا هناك معجورين من جهات وهناك مكلفين مهمة وهناك جاهلين وهناك اللي مخذينها تغنان كما يقول ولا كل واحد كل واحد ما خذها الأمر أنا لا أبالي بهم لكن أنتم أيها الجزائريون وقفتم في المرحلة الأخيرة أنقذتم الجزائر من عهد الخامسة للعصابة كانت ستؤدي الجزائر إلى الهاوية وبعد ذلك وقفتم للذين أرادوا إن جرار الدولة إلى مصار آخر مصارا فوضى الآن يجب أن تنقذوا البلاد قلت لكم الرئيس لا يستطيع أن يقول لكم أروح وقولوا نعم أو لا هو دير دستور بدأ يتكلم عن الأجيبيات وطبعا هذا طبعا المشروع قدم الرئيس وأنا قلت هالكم ونزيدنا أكد هالكم ما يقدرش جرع ينزع المادة إذا منحيته هاش أنتم رايح تمر التفرض عليكم هذا يعني اللي حبيت نقوله في هذه المداخلة إن شاء الله أخواني أن الفكرة وصلت وأهم من الجزائر وحتى إخواننا الناس المغرر بهم إخواننا في منطقة القبائل ونبعض المناطق هذة من اللي يروحوا لهذه الأطروحة الأطروحة يبعد مع نفسك وستل مع نفسك ماذا ستقدم هذا الشيء تكون هوية هل غيرت الكويت كده ما حط تتهاش في الدستور لا هذه يا راي هوية ثقافية لمجتمع معين والدول لا يمكن روح الأمريكا وش من عراق وش من موجودين واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للدولة اللغة الرسمية للدولة هي اللغة التي تعامل بها مع العالم أنت جايب لي وحدة ما تتعاملوش فيها مبينات وحبين نتعاملوا معها مع العالم وحب تفرض هالي بالذراع ولا رانع عنصري هذا الكلام قلت حتى تعبد لذلك إخواني الكرام الموقف فرهو موقف تاريخي لا تخافوا ولا تقولوا بأنه إذا ما رحناش ولا فوطين أبلا رح نضر الرئيس أبدا صدقوني ستحررون الرئيس من هذه المادة هذا اللغم وما زالت ألغام أخرى قادمة ستحررونه الرئيس ما زال مقيم في أكشها وهذه المادة أصلا لم ولم يتجرع شوفوا نقولها لكم ونجيب أكبر عنصري ضد هذه المادة العنصري أصلا عنصري بمعنى الكريم وحطيته رئيس جمهورية ما يقدرش نحيها لأنه كيدخل الداخل ويطلع على التوازنات والجهات والخلفيات من وراء من وراء إدراجها يعرف بأنه لم يتجرع لذلك القرار بأيديكم الرئيس دار لكم دستور أعطاه لكم دخل في حواج وأكدوا بأنه لو يدير دستور أخر فيه نفس المادة سنرفض الخيار أمامه أنه هذه المادة يعملها استفتاء واحد وشوف الرئيس أرفض له الدستور عليه يحل البرلمان يترشحوا ناس نخب حقيقية برلمانيين حقيقيين ماشي برلمان انتع اللي ما تركبش جملة واللي ما تعرفش حتى قانون قانون البرلمان ما يعرفوه ناس جاهلين شيروا مناصبهم بشكارة واحد كان يبيع في النخالة يصبح يمثل الشعب واحد كان تاجر يبيع في الصابون واحد كان يبيع في الكتان وفي الأقمشة في المرشي ويصبح نائب في البرلمان ويشرع للأمة لا لازم أن يكون برلمان حقيقي والبرلمان هذه تشكل منه لجنة برلمانية من منتخبين حقيقيين في انتخابات نزيها ويضم لهم خبراء يعملوا دستور للجزائر هذا الدستور للجزائر وهم الذين يصادقون عليه بالنسبة للمادة هذه تبع إدراج أي شيء مثل الهوية الجزائرية تضيفلها حاجة لأنه الهوية الجزائرية أو ومش تبقيها أو تدخلها حاجة أخرى تعتبر مسيت بها بشنفها مع حاجة بعض الناس يقول الإسلام دين الدول واللغة العربية موجود العالم موجود كيف نزيد لها هذه ما تبقيها هذه هم الأركان الأساسية تعدوا الهوية الدولة الجزائرية فأنت مسيت في الهوية فمسيت في الهوية إذن تزيد حاجة للهوية الجزائرية نسجلها للاستفتاء الشعبي هذه المادة تنزل للاستفتاء الشعبي إذا قال الجزائريون نعم نسجل ما نقدرش نقوله ما بعد ما يقول الشعب نعم وإذا قالوا لا الشعب قال لا الناس اللي حبين يدرون آهوا لكم الشعب هاولكم المجتمع المدني يدرون جمعيات ثقافية وروحوا أنشتوا روحوا أنشتوا نهار اللي تقنعوا للجزائريين نهار ندر استفتاء جديد وانتهى العرس هذا اللي حبيت نحكي لكم عليها اليوم إخواني الكرام بارك الله فيكم نشكركم جميعا الناس اللي ذكرون بخير حتى الناس اللي جاءوا سبونا لهنا قلوبنا والله مفتوحة لكم جميعا مفتوحة لكم جميعا نعذر الناس كي أن الناس مسيطرة على العواطفهم يتعاملوا بعواطف عواطف أوجاء ظروف صعبة والله لكم سبيتني والله مسامحك في دنيا والآخرة ولك كل الحب ولك كل التقدير أما من غير هذا الأمور لأن قلوبنا على الجزائر وليس على أنفسنا جيد سبني سبني على روح أنا قلبي عليك لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله